ارتفعت حصيلة هجوم التوز إلى 21 شخصاً بين قتيل وجريح بينهم أطفال بمحافظة صلاح الدين مصدر أمني في كاركوكا فاد بأن عدد القتلى والمصابين في حديثة العائلتين ارتفع إلى 21 شخصاً بينهم أطفال وكان المصدر أفاد في وقت سابق بقتل عائلتين وهروب سائق شاحنة من سيطرة وهمية بين الطريق الرابط بين توس خرماتو وقضاء داكوك